ابي احمد يتراجع انفراجة جديدة في ازمة سد النهضة قبل حرب المياه تطور جديد شهدته ازمة سد النهضة بعد تصاعد حدة التوتر بين الدول الثلاث مصر والسودان من جانب واثيوبيا من جانب اخر والتنميح باستخدام القوة العسكرية لضرب السد الاثيوبية الانفراجة الجديدة تمثلت في اقتراح اديس بابا عقد اجتماع للاتحاد الافرقي لانهاء الجمود بشأن محادثات سد النهضة الذي وصلت الى طريق مسدود بين الاطراف الثلاثة اديس بابا والقاهرة والخرتوم وجاء اقتراح اديس بابا بعقد اجتماع بعد ايام من تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من المساس بمياه مصر قائلا رد فعل يهدد استقرار المنطقة وفشلت مفاوضات مصر والسودان واثيوبيا في جولتها الاخيرة التي وقدت في عاصمة الكنغو الديمقراطية كينشاسا مطلع الشهر الجاري في التوصل لاتفاق ملزم حول السد الذي تبنيه اديس بابا على النيل الازرق وتخشى القاهرة والخرتوم من تأثيراته السلبية المحتملة وقالت وزارة الخارجية الاثيوبية ان اثيوبيا ترى ان الطريقة الى الامام في مفاوضات سد النهضة هو ان تطلب من رئيس الاتحاد الافراقي الرئيس فليكس تشيسيكيدي الدعوة الى اجتماع لانهاء الجمود بشأن مفاوضات سد النهضة واضاف البيان ان رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد في رده على رسالة نظيره السوداني عبدالله حمدوك في الثالث عشر من ابريل الجاري قال ان اقتراد فشل عملية التفاوض ليس صحيحا لاننا رأينا بعض النتائج الملموسة بما في ذلك التوقيع على اعلان المبادئ وانشاء المجموعة الوطنية المستقلة للبحوث العلمية وعملوها فيما يتعلق بجدول الملء على اساس المرحلية واضح البيان ان الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء الاثيوبي استشهدت ايضا باجتماع كنشاسة وتفاهم الذي تم التواصل اليه بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية المتوقفة التي يقضها الاتحاد الافراقي والاتفاق الذي تم التواصل اليه بشأن استمرار وتعزيز دور المراقبين الاتحاد الاوروبي وجنوب افراقيا والولايات المتحدة والحاجة الى رئيس الاتحاد الافراقي الحالي لاستخدام الموارد الموجودة تحت تصرفه لاداء دوره التيسري بشكل فعال كما تضمنت الرسالة بحسب البيان اعترافا بالمسائل القانونية والتقنية التي يجب معالجتها لتحقيق نتيجة مربحة للجانبين مطالبا بإتاحة الفرصة للعملية التي يقضها الاتحاد الافراقي للتعامل مع القضايا الاكثر الحاحا على الرغم من الانقطاع تسع مرات وأشرت الرسالة الى انه اذا تفاوضت الاطراف بحسن نية فان النتائج في متناول ايدينا وما زالت اثيوبيا تعتقد ان افضل طريقة للمضي قدما ايام وصلة المفاوضات الثلاثية لاطار العملية التي يقضها لتحاد الافراقي للوصول الى نتيجة مربحة للجانبين اشتركوا في القناة